السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ام للشغالين بالمغرب مرشحا وحيدا لرئاسة مجلس المستشارين وينتخب رئيس مجلس المستشارين حسب أحكام الفرع الأول من القانون الداخلي للمجلس طبقا للمواد من 27 إلى 33 كما تنص المادة السابعة والعشرين على أنه طبقا لأحكام الفصل الثالث وستين من الدستور ينتخب رئيس مجلس المستشارين في مستهل الفترة النيابية ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس وتحدد المادة 31 كيفية انتخاب رئيس مجلس المستشارين وذلك عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدورة الأولى